موسيقى بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترة الأرصاد تحذر من تقص الغد فما الذي سيحدث وما هي درجات الحرارة غداً في مختلف الأنحاء؟ التفاصيل في تغطيتنا تعيش مصر غداً للاثنين أجواء شطوية قارسة بامتياز وتقلبات شديدة في حالة الطقس وانخفاض شديد في درجات الحرارة مع توافر فرص لسقوط الأمطار على المحافظات الساحلية وشمال وجنوب الوكه البحري وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت خرائط التقسي عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى خمس درجات مئوية وسط نشاط الرياح الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الأجواء وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية ونشاط سرعة الرياح التي تسجل 65 كيلو متر على الساعة وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمطار ونصف فوق سطح البحر وشددت الأرصاد الجوية على تجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار والتزام الجميع أماكنه بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار وتجنب الاقتراب من أعمدة للإنارة منعا للإصابة بحوادث الصعق وأيضا الاحتماء بمداخل العقارات السكنية وعدم القيادة إلا للضرورة القسوى وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات أثناء الانتظار وعن حالة الطقس التي تسود القاهرة وباقي المحافظات اليوم فيسوده أجواء دافئة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون الطقس بائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقي أنحاء وتتهيأ فرص لعمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة كما رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمان والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الفارق بين درجات الحرارة نهارا وليلا يتجاوز الخمسة عشر درجة ماوية ببعض المحافظات ولذا فلابد من الحذر من درجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل موضحة أن اليوم سيكون هناك فرص لسقوط العمطار الخفيفة على بعض الأماكن من أقصى السواحل الشمالية الغربية ومطروح والسلوم مع فرص عمطار خفيفة غير مؤثرة وأضافت غانم أنه يوجد نشاطا لرياح على السواحل الشمالية للبلاد وتتجاوز سرعة الرياح الأربعين كيلو متر على الساعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة في السواحل الشمالية الغربية لكن باقي مناطق الجمهورية لن يكون بها أي أتربة أو رمال مثارة وتابع التأمن الغانم أن الشابورة المائية موجودة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر محذرة من الانخداع بالتقس الدافئ اليوم لأن درجات الحرارة ستنخفض من الغد حيث تختلف مصادر الكتل الهوائية وتعود الأجواء الشتوية من الغد وتنخفض درجات الحرارة ما بين ست درجات حرارة للعظمة المتوقعة غدا على القاهرة التي تصل إلى عشرين درجة مئوية وأكدت أن نشاط الرياح غدا الاثنين يؤدي للتراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث يصل ارتفاع الموج إلى ثلاثة فاصل خمس من عشر متر مع فرص لسقوط العمطار المتفاوتة الشدة وتصل القاهرة الكبرى الثلاثاء والأربعاء والتي تستمر هذه الأجواء لنهاية الأسبوع ويستمر الانخفاض بقيم درجات الحرارة وإلى درجات الحرارة فالقاهرة تسجل خمسة وعشرين درجة للعظمة والصغرى ثلاثة عشر الإسكندرية العظمة خمسة وعشرين درجة والصغرى ثلاثة عشر مطروح العظمة أربعة وعشرين درجة والصغرى أحد عشر درجة سهاج العظمة ستة وعشرين درجة والصغرى تسع درجات قنى العظمة سبعة وعشرين درجة والصغرى عشر درجات سوان العظمة ثمانية وعشرين درجة والصغرى اثنين عشر درجة مشاهدين إلى هنا تنتهي تغطيتنا شكرا لكم وإلى لقاء اشتركوا في القناة